تحياتي لحضراتكم من جديد تقام بالقاهرة أعمال الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي والذي ينعقد خلال الفترة من الرابع عشر إلى الواحد والعشرين من إبريل الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يرأس وفد مصر وزير القوى العاملة محمد سعفان وبحضور ستة عشرة وزير عمل عربي وعدد من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشهد هذه الدورة بحث عدد من الموضوعات المهمة أبرزها مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة وتحقيق خطط ورؤى التنمية المستدامة في الدول العربية بشكل تكاملي وفعال دعونا نتناقش في كل هذه الأمور بتفاصيل أكثر عن هذه الدورة ينضم إلينا في استوديو الآن المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر مهندس خالد تحياتي لحضرتك وصباح الخير صباح الخير يا فنم أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك تفاصيل عن هذه الدورة وكونها تقام في القاهرة هذه المرة الأهمية والتنمية لا هي بسم الله الرحمن الرحيم هي مش هذه المرة هي للسنة الرابعة للتوالي بتقام في القاهرة ومنظمة العمال العربية مقرها في القاهرة وهي تبعة لجامعة الدول العربية ودليل إن هي بتقام في القاهرة إن فيه استقرار فيه استقرار أمني فيه استقرار عمالي فيه قضايا بتهم العمال هي بتنظر فيها ومصر بترعى هذه القضايا والدورة معمولة تحت العاية فخامة الرئيس وده يدل على حرص الدولة على قضايا العمل والعمال الجديد في هذه الدورة هي حضرتك المراضي تقرير المديري العام علاقات العمل والتنمية المستدامة والملف ده ملف كبير إنه لما يكون فيه علاقات عمل متوازنة ومستقرة التنمية هتتحقق وده عنصر أصيل في تحقيق التنمية المستدامة علاقات العمل الدولة مصر حاليا بتعد قانون العمل وده هينطبق على كل من يعتقاد أجر وفيه علاقات تخص العمال وتخص أصحاب الأعمال وتخص الحكومة هذا المؤتمر اللي بيشارك فيه أطراف الإنتاج الثلاثة العمال أصحاب الأعمال الحكومة حضر انبالح حوالي 16 وزير عربي حضرت شخصيات دولية وفوضة عربية حضرت الأمانة العامة لمنظمة العامة العربية وكان الأمانة العامة وجود حضر الممثلين من المنظمات الدولية على رأس منظمة العمل الدولية وهذا المؤتمر بيعتبر تمهيد للعرب في المؤتمر الدولي الجنيف اللي بينعقد في شهر خمسة والعرب ممثلين فيه وبيعرض فيه قضية العمال الإخفاقات والمميزات والمشاكل والمطلوب أو الرؤى المطروحة للجيئيه فهذا المؤتمر بيعتبر أن العرب أو بنقول عليهم الجانب العربي بيوحد أفكاره بيوحد رؤيته بيشوف مشاكله إيه بيشوف إخفاقاته إيه بيشوف مزايا إيه اللي هتتعالج فيه منظمة العمل الدولية طيب حضرتك أشرت إلى يعني أضلاع ثلاثة من أهم الضروع التي توجد في هذا المؤتمر العمال وأصحاب الأعمال والحكومة التنصيق ما بين هذا المسلس في أضلاعه المختلفة ماذا عنه؟ والله يا وزارة القوال عملة باستر وزير محمد سعفان عمل السنة اللي فاتت واللي قبلها مبادلات عن الحوار الاجتماعي حوار وجاب أصحاب الأعمال وجاب العمال وجاب القوال العملة اللي هي بتمثل الحكومة وطاف المحافظات كلها وقعد يتحاور في حوار اجتماعي إن العمال تقول مشاكلها وأصحاب الأعمال قاعدين والحكومة متواجدة والحوار الاجتماعي أدى نتائج إيجابية في كل مواقع العمل لأنه بالفعل تم في المحافظات كلها بقت فيه لها تحوار بقت أصحاب الأعمال عارفة إنه لابد إنه هي ويسمع للعمال أو للعامل مدرية القوال عملة التابعة متواجدة علشان تقول لا ده صح ولا ده غلط والقانون بيقول كذا وتنظم هذه العلاقات فدي سلسية في نظامة العمال العربية وفي نظامة العمل الدولية بتتم كل سنة نظامة العمل الدولية تابعة للأمم المتحدة ومصر يعني الحمد لله كانت من أسبوع عملة الذكرى المقاوية لإنشاء من نظامة العمل الدولية ده دليل على إن مصر فيها علاقات عمل دليل على إن فيه مشروعات قومية في مصر وفيها عمال والعمال دي بينظمها إعلاقات العمل وإعلاقات العمل تبدو مستقرة إن إحنا عندنا مشروعات عملاقة والمشروعات دي بتتم بالعمال عندنا محور رود الفرج لإستاذ الرئيس كان فين بارح حاجة معجزة معجزة قناة السويس ومشروعات كتيرة وعديدة وكلها بتتم بوجود العمال وكلها بتتم بإعلاقات عمل ودي من بداية التنمية ودي خطوات التنمية فوجود السلاسية بهذا الشكل في المؤتمر وإن إحنا بنتكلم المرة دي في التقرير عن إعلاقات العمل والتنمية المستدامة هي في الأصل إحنا نجحنا فيها والرئيس راعي المؤتمر علشان حرصه على قضايا العمل والعمال حضرتك أشرت في بداية الحديث إن دي رابع مرة بلقاء هذا المؤتمر في القاهرة ومقار المنظمة في القاهرة طيب سؤال حضرتك هل هناك اختلاف يعني في الدورات السابقة في تحسن طبيعة وبيئة العمال من الدورة مثلا السابقة عن الدورة اللي أبلها واللي أبل أبلها هل في تحسن تدريجي بص حضرتك وكل سنة لها ملف لها موضوعات يعني إحنا السنة اللي فاتت في الدورة الـ 45 كانت القصة في الشبكة المعلوماتية لسوق العمل وكان مقصود بيها إنه يربط الوظائف وإنه هو يشجع فرص العمل ويخلق فرص عمل في الأوساط العربية أو في الأقطار العربية وعمل شبكة معلوماتية وبدأنا ندرب عليها الشباب والعمال علشان يقدر يتواصل ويبحث عن فرص عمل هنا لأنه هو النهار لحضرتك عندنا خرجين كتير جدا صحيح وليهم تخصصات مختلفة مختلفة ومش مباشرة لو مش هيبحث ويدور مش هلاقي مجهوده أو مش هتجيله لحد عنده لا لا لازم يبحث في الشبكة المعلوماتية لسوق العمل المتخصص ده بوجود في أنهي مؤسسة وفي أنهي دولة وإمتى بيطلبه وبيطلبه ازاي لازم يكون عنده وعي يبدأ بالضبط كده والآلية اللي يبحث بيها السيرش بتاعه انه يعمل ازاي بس خلينا نتفق ان التنمية الاجتماعية والاقتصادية موجودة في كل الدورات الخاصة بهذا المؤتمر فطبيعي كان في بعض الشكاوى التي كانت من المفترض أن تستقبلوها في تنظيم هذه المؤتمرات هذه الشكاوى بقى هل قلت ولا طبيعتها اختلفت اختلفت من كل عام لعام ولا ايه بالضبط انا بقول لحضرتك شيء طبيعي ان المؤتمر بينظر في المشاكل والاخفاقات اللي قابلت الدول دي في العمال العرب في كل دولة في كل دولة يعني مثلا هنقول زي سوريا الارهاب معطل فيها الانتاج ومعطل فيها كذا ودي سبب رئيسي فكل دورة بيبقالها ملف ان احنا بنسمع فيه مشاكل والمستجدات اللي حصلت في الاكترى العربية طيب بالنسبة لي العمل العربي المشترك يعني خاصة كمان ان العمالة المصرية ليها قوة كبيرة في بعض الدول العربية طيب التنسيق ما بين مصر وما بين الدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر من خلال هذا العنصر المهم العامل المصر اخبارها ايه؟ انا قلت لحضرتك ان احنا ما كلنا بنتكلم في شبكة المعلومات رسول العمل دخلنا في كل ما يخص العمال وتنسيقهم في الدول العربية وان هما يجيبوا ازاي الفرص العمل يجيبوا ازاي تدريب التأهيل كمان التدريب والتخصصات المطلوبة وازاي عملية التدريب التحويلي ده كلها كانت مشاكل بتنظر فيها وقليات بتتم من خلال المؤتمرات ده تدريب التحويلي المقصود بي ايه تحدي مقصود بيه واحد ما على سنس اداب ولكن بيه هو مهنة الاعلام he intentions ام. يعني مش مقارن واحد معاى دبلوم، فني ام. ام. ويست nephew diploma اللي لو وضع Gete ام. زي بتاع التصالات مهنص التصالات واعصلا مهنص كهرباء. US هو عنده فكرة قوية وعنده الرغبة في بعض العناصر اللي عندها العمل الموروث زي والده مثلا عنده مصنع غزل ونسيج هو عنده نفس المهنة ونفس المهارة بس هو معاد بلوم مثلا في تخصص صناعي كهرباء أو كذا فبيعمل تدريب تحويلي على الغزل ونسيج عشان يقدر يواكب قرية سوء العمل الموجودة دلوقتي فرص العمل كتير ومزابط القوى العاملة الحقيقة مع السيد الوزير سعفان نجحت في كل المحافظات ان هي تعمل ملتقيات التوظيف وخلت لها آلية وجابت اصحاب الاعمال وحطت مكان كل محافظة فيها عاوزة عمال تجي في المكان ده يعني يمكن النقطة دي مهمة جدا مهندس خيال ليه بقى ان احنا دايما عندنا يعني ممكن نقدر ان احنا نقول كده عليها عقدة شوية ان دايما في تركز للوظائف الشاغرة في القاهرة الكبرى فبالتالي المحافظات الاخرى في مصر طاردة للسكان عشان تقدر انها تلاقي فرص عمل طيب انا دلوقتي يعني قدري ان انا اكون في محافظة مش من المحافظات القاهرة الكبرى طيب هلاقي شغل ازاي وانا عايز اكون في الساكل خلينا نتفق اللي بيبحث عن عمل لازم يروح المدن الصناعية لازم يروح العاشر لازم يروح ستة اكتوبر لازم يروح برج العرب لازم يروح الفيوم لازم يروح البيضاء في القسر في مدن الصناعية اللي هيبحث عن الشغل في القاهرة مش هيلاقي المدن الصناعية فيها شغل وفيها اه اه يعني اختيارات وحتى لو اشتغل النهاردة ومشي شوية بيلاقي فرصة افضل في حتة تانية فيه فرص عمل في المدن الصناعية مش في اسكندرية في الشرع التجاري او في القاهرة في وسط المدينة او في الجيزة لا اللي عاوز يبحث عن عمل بيبحث في المدن الصناعية مكان فيه مصانع فيه انتاج فيه سوق هو النهاردة حضرتك اي صاحب عمل بيرحب بالعمل اللي عنده مهارة عالية اللي عنده حرفية اللي عنده منافسة عشان يدمن ان المنتج بتاعه هيطلع مفهوش ملحظات يبقى منتج تصدير يبقى محتقى ان السوق هيرحب به يبقى العامل لازم يدخل في هزي المنظومة لابد ان كل العمل وده احنا بنقوله في الدقارات بتاعتنا وفي التدريبات بتاعتنا انك انت تقاهل نفسك انك تكون عامل مميز ما عادش مكان دلوقتي للكسلال وما عادش مكان للعامل اللي ما عندهوش تقدم لازم تبقى عندك كمبيوتر لازم عندك اللغة لان دا معيار الاستمرار وفي العمل بالزبط وتقدمه وتمسك صاحب العمل بي صحيح طيب حضرتك في الحديث برضو ربط ما بين المشروعات القومية الكبرى اللي بتتم في ارض الواقع في مصر وما بين مش المؤتمر بس لكن احنا بنتكلم على العمالة المصرية بشكل عام وطبعا دا هينعكس فيه تقليل البطالة في مصر عايزين نركز محالتك على النقطة دي بس حضرتك ثقافة العمل لازم تتزرع في كل شاب مصر انه يشتعل وانه يكون عنده المقدرة انه يواجه سوء العمل وانه يكيف ظروفه او يكيف وضعه على ما هو مطلوب في السوق انا هقعد طول عمري اقول انا معي مكارليوس هندسة والتخصص مش مطلوب فيه تخصصات في الهندسة مطلوبة جدا طيب لازم تشوف حل انك تكيف امورك على سوق العمل دي طبعا ما بتبانش مع بتاع الهندسة بتبان في العلوم الانسانية لصنسة اداب قسم التاريخ قسمة كذا قسمة كذا الاقسام اللي هي العمال العدد فرص العمل فيها محدودة ما بقاش فيه فرص على قدر خرجين فبناعمل التدريب التحويلي التدريب التحويلي انت النقل لازم تشتغل في شئون عاملين او في التنمية البشرية في المؤسسة او في الشركة وانت معاك لصنس خدمة اجتماعية لابد انك انت هتاخد ضغرات وتأهل نفسك انك انت معاك موارد بشرية واحد بيشتغل في محاسب او عنده تخصص محاسب والمطلوب واحد بتاع ضرائب او بتاع تكاليف لابد ان هو ياخد دورات في التكاليف ومحاسب التكاليف النهاردة بقت عليه العين بقى مطلوب او مرغوب يعني سلعة مش موجودة فلابد ان هو يقاهل نفسه لسوء العمل او يكيف اموره على الوضع المطلوب والمشروعات القومية بالتالي بتوفر الفرص دي مشروعات القومية والمناطة الصناعية والمناطة الصناعية المشروعات القومية واخدى عدد كبير من العمالة وده 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 طبعا السيد الرئيس ادركوا وده العمال في الاسبوع اللي فات مزايا او تحسينات في الاجور وده لهم يعني مثلا لما قال الحد لان الاجور الفين جنيه رفع طبقة كبيرة جدا كانت فيه ناس بتقبط سبعمين جنيه كان فيه ناس تقبط الف جنيه وفيه ناس تقبط الف ومتين جنيه وكانها لحد الاقصى الف ومتين طبعا فئة كبيرة من العمالة المتوسطة بالديبلومات او كذا هتستفيد من هذا الامر فحرص الرئيس ومتابعته ومشاهدته ان المشروعات دي تمت في وقت قليل وتمت بسرعة وحجمها قد ايه والعمال عنصر اصيد فيها العمال عنصر اصيد في الامتاج صحيح طب فعشان كده زي بولت لحضرتك المؤتمر معمول تحت رعاية السيد الرئيس لحرصه على قضايا العمل والعمال نمرأ اتنين المؤتمر بيناقش غير ملف بسم الله الرحمن الرحيم التنمية المستدامة التنمية المستدامة وعلاقات العمل لا داخل برضو في ملف تاني كده الاقتصاد الازرق الاقتصاد الازرق ده يعني يعني ادارة الموارد المائية والمحيطات والبحار وكذا 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 ودي بيخش فيها العمالة غير منتزمة عمالة البحارة واللي بيشتغله في البحر واللي بيشتغله في المحيطات واللي بيشتغله في كذا والعمالة الغير منتزمة ملف كبير للدولة متبنية وبردو ست range سنة اللي فاتت حط إيده عليه وعمل لهم شهادة أمان والسنادي وزير العمل عمل دورات على مستوى الجمهورية علشان نشوف العمالة الغير منتظمة أنا أسف مش دورات عمل زيارات علشان نشوف العمالة الغير منتظمة وضعها العمالي إيه؟ تأمين الصحي بتاعها إيه؟ تأمين الاجتماعي بتاعها إيه؟ قوانين الحماية الاجتماعية للعمالة دي موقفها فين؟ علاقتها بالعمال إيه؟ وده ملف كبير في الدولة وفي الدول العربية كلها وده اللي بقى خليني أسأل حدثك عن الدول العربية يعني المؤتمر اسمه مؤتمر العمل العربي مش مؤتمر العمل المصري فبالتالي هيكون فيه فروع ومجالات لبعض الدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر للتعاون والتنسيق ما بين مصر وما بين الدول العربية المختلفة سوء العمالة في مصر ما كانتوا إيه بالنسبة للأسواق العربية الأخرى؟ يعني سواء كانت الدول العربية اللي بتعاني من ظروف يعني سياسية وأمنية معينة وأيضاً الدول العربية اللي بتتمتع باستقرار؟ أنا عادة قلتها حقيقة أنا كنت في الزيارة قريب للسودان كان فيه مصنع بالكامل عمال مصريين ورجل أعمال مصري مصنع بالكامل دي زيارة كان عندنا أحد مصنع ده ده يجي غير بتنسيق وبترتيب هذه المنظومة وفي التقاءها ومشاركتها في كافة المحافل العربية أو الدولية ده أنا بدي مثال وهذا الأمر هتلاقيه في دول تانية عندنا عرب وهناك عندهم مصريين فيه طبعاً تنسيق ووزارة العمل أيمة بالدور ده وليها مكاتب عملية في كل الدول العربية فده أمر طبيعي إن فيه تنسيق بين الدول أخاص الدول العربية وإحنا عندنا كم كبير من العمالة في ليبيا ودلوقتي بدأت ليبيا بتاخد عمالة نفس الكلام في العلاق من المصريين وإحنا عندنا عمالة من دول أخرى ودلوقتي عندنا عمالة كبيرة من سوريا ومنتشرين في المحافظات كلها فعاوز أقول يعني إن التنسيق موجود ما بين منظومة العمل العربي في كافة الدول العربية والكلام ده برضو على الدول الأجنبية لإن إحنا بنحتاج لبعض الخبرة بنجيبهم إحنا عندنا خبرة عشان التدريب والتأهيد لأ وعشان التكنولوجيا والمعدات التكنولوجيا والمعلومات طيب طبعا فيه نسبة مشاركة من عمال مصر في المؤتمر ده أيوة فنة أنا لسه بقول لحضرتك المؤتمر فريق عمال وفريق أصحاب أعمال وفريق حكومات طيب فريق العمال بقى تحديدا هل بيتم اختيارهم بشكل معين أو مثلا هم دولة اللي بيمثلوا بعض الشركات فريق العمال يا فندم فريق العمال ده اتحاد عمال مصر ونظيره في كافة الدول العربية اتحاد العمال بيطلع فريق قد يكون خمسة أو ستة بيحضروا المؤتمر نفس الكلام في الدول العربية المشاركة خمسة عشر دولة أي مؤتمر في الدنيا يعني بيبقى خطواته الأخيرة هو الخروج بتوصيات والتوصيات دي بتبقى قابلة للتحقق في فترة معينة بنسبة ليه توصيات اللي تم تحقيقه في الدورات السابقة اللي تمت في مصر وكمان السعي بالخروج لتوصيات حقيقية أخرى في المؤتمر ده في دورته الحديد أنا قلت لحضرتك حلقة بتسألي السؤال بكذا عصيقا أنا قلت لحضرتك في الأول السنة للدورة اللي فاتت خمسة واربعين كان المؤتمر بيستهدف تنظيم الشبكة المعلوماتية لسؤال العمل وبدأنا بالفعل نطبقها وبدأنا بالفعل نتبادل بيها وننشرها للشبكة السنة دي إن شاء الله تاني يوم المؤتمر النهاردة احنا بنتكلم في العلاقات العمل والتنمية المستقبل مهندس خالد الفئي نائب رئيس اتحاد عمال مصر أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وأيضا من يتبعنا الآن هو ليس متخصص في اتحاد عمال مصر فيجب توضيح الفكرة بأكثر من طريقة لتوضيح بعض المعلومات أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وفاصل قصير مشاهدين الكرام ونعود لحضرتكم من جديد ابقوا دائما معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا